اشتركوا في القناة سنقوم بحال تمرين مقترح بقوة حول الناقلية هذا التمرين أبنائي الأكثر شهرة وتقديمة من طرف الأساتذة وعظم الأساتذة قدموا هذا التمرين معناه في الاختبار الأول إذن نقرأ التمرين معا تحتوي قارورة على يود السوديوم التجاري على شكل مسحوق إذن معناه في الحالة صلبة يود السوديوم في الحالة صلبة مسجل عليه ما يدي معناه في القارورة مسجلين درجة النقاوة تساوي 90% الكتلة المولية أم تساوي 149.9 جرام على المول وصيغاته الجزائية معناه كاتبين صيغة جزائية تعه آن أ إي آن أب معناها الصوديوم وإي اليود أراد مخباري التحقق من درجة النقاوة المسجلة معناه على القارورة فأخذ عين من المادة ووزنها فوجد آن فتحة تساوي 8.2 جرام أبنائي من تشوفوا آن فتحة آن فتحة ماذا نعني بها؟ نعني بها الكتلة الغير نقية معناه كتلة مشوبة معناها هي كتلة يود الصوديوم ولكن مع ماذا؟ مع شوائب معناها فيها بعض الشوائب إذن وعننا وحدة العلاقة لتربط ما بين الكتلة ومعناها الكتلة ما تكون ناقية والكتلة المشوبة رح نشرحها معناها في أثناء حالة 80 فأفرغها في حوجلة وأكمل بالماء المقطر حتى التدريجة 500 ميلي لتر معناها زاد دلها عملية ماذا؟ عملية التخفيفة خففها أو التمديد أما مددها معناها حتلوين وصلت درجة 500 ميلي لتر فتحصل على محلول مخففة من يود الصوديوم تركيزه المولي سي معناها مجهول السؤال واحد أخذ حجما يساوي 50 ميلي لتر من محلول يود الصوديوم ما دام رح محلول معناها نكتبه بصيغة شاردية شارد الموجب على اليسار شارد السالب على اليمين أن أموجب زائد إي سالب احنا من يكون عنا أبناء معناها في الصيغة الشاردية المعاملة السوكيومتية واحد غذي تهلع لنا في حساب تركيز رقش معاملة السوكيومتية هنا واحد وهنا واحد المحذر ووضعه في بيشر بيشر هو عبارة عن كأس سجاج مدرج في تدريجات وأدخل فيه خلية قياس الناقلية ثم أغلق الدارة الكهربائية للخلية وقاس مقاومة المحلول فواجد القيمة R تساوي 20 أوم أعطاونا المقاومة قيمة المقاومة 20 أوم تبعوا معايا وعطاونا الرسم معناها تعال خلية إذن جي بي أف معناها جينيراتير باس فريقونس تعال توترة مخافضة جهاز أمبير متر جهاز فولتماتي يكون بين النقطتين صفيحتين معدنيتين مساحة كل واحد منهما إذا مساحتهما أو مساحتها تعال الصفيحة الواحدة أس تساوي 4 سنتيمتر مربع نحن نحتاج لها بالمتر مربع معناها سنحولها والمسافة أو البعد بين الصفيحتين قد مهلناها في الرسم أن يساوي 1 سنتيمتر نحتاجه بالمتر معناها نحاولهم إلى المتر وهنا تم وضع ماذا محلول يود الصوديوم أموجب زائد إي سليم ورماطنا معناها هذه الخالية تعنا خالية قيس النقلية ورهم فيها معطاية اللي نحتاج لها السؤال ألف معناها واحد ألف احسب ناقلية المحلول شيء أبنائي نحن معناها في الدرس الماضي سأضع لكم رابط الدرس معناها في صندوق الوصف مهم وضروري لماذا ما يشوف الدرس يعاود يروح يشوف الدرس أولا ما الذي يجي معنا نحن نطبق القوانين مباشرة الآن إذن أبنائي ما هي النقلية أو ما هو قانون النقلية الناقلية أبنائي ما هي إلا مقلوب المقاومة المقاومة آر ما أعطينها النقل معناها ندلو المقلوب تحام مباشرة نجد قيمة ماذا؟ الناقلية إذا ركزوا أن هذا الثمانين الإجابتها غد تكون سهلة معناها غد ينبسطها لكم قدر المستطاع إذن واحد آلف معناها التنميذي اللي قلها يعرف معناها كيش يوظف ذلك المعطنى المعطاية يتلعطهم له ويحل أي تمانين كان إذن واحد تقول له حساب الناقلية حساب الناقلية الناقلية معناها الرمز التحاجي إذن شي ماذا تساوي أبنائي؟ تساوي واحد على آر مقلوب المقاومة وتساوي نعوذ مباشرة المقاومة هي عنا بالأوم عشرين 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 عوم إذن ندلو عشرين أوم إذن واحد قسمة عشرين كم تساوي؟ إذن صفر فاصل صفر خمسة ماذا؟ سيمينس أو سيمينس إذن هكذا آس أبنائي نجمو خلوها هاك ومن أفضل معناها ندلو لها معناها نقوم بإزاحة الفاصلة معناها نحو اليمين بدرجتين إذن واحد إثنان في عشر أس ماذا؟ في عشر أس ناقس إثنان سيمينس هاي هارا نصنا الماذا النقلية نجمو تخلوها هاك نجمو تدلوها كما هاك هنا غادي نحتاج إليها في التعويض في الأسئلة معناها القادمة مثلا نحتاجها هاك بجتبسط علينا العسابات باء استنتج قيمة الناقلية النوعية للمحلول هذه قلنا اسمها إما سيجما ولا دلتا معناها عندها نفس طائرة لست بالأستاذ شقراكم إذن إما سيجما ولا دلتا معناها الرمز السهل والمناسب وليقرأ لك الأستاذ وقال لك ذي راه دي راه طبقه إذن باء استنتاج قيمة الناقلية النوعية إذن للمحلول إذن ها قلق سنتج قيمة ناقلية النوعية للمحلول إذن سيجما هكذا أو دلتا قلنا كلاهما صحيح الآن لدينا أبنائي قلنا علاقة تربط ما بين الناقلية والناقلية النوعية بحيث شقلنا القانون نجري ماذا يساوي يساوي كشهوة وثابت الخلية لدينا طريقة كنحسبوه إذن في ماذا إذن نضربوه في سيجما أو معناه في الناقلية النوعية المحلول إذن ناقلية النوعية المحلول الآن أبنائي هذا كشهوة قلنا هو ثابت الخلية إذن كمعناه القانون تاعه قلنا هو ماذا مساحة الصفيحة على البعد بين الصفيحتين إذن كثابت الخلية مساحة الصفيحة المعدنية على البعد بين الصفيحتين الآن إحنا شرح خاصنا نحسبوه خاصنا نحسبوه الناقلية النوعية للمحلول إذن ناقلية النوعية للمحلول ماذا تساوي إذن تساوي J على K تتبعوا معي في غروثكم معناها كان هو ذو هنا إذن J على K وتساوي معناه هذه لنجمع الكتبها كما هاك J في واحد على K معناه مقلوب ماذا؟ ثابت الخالية هذه كتابها ذاقي كيف كيف الآن نعوضه J في مقلوب ثابت الخالية إذن ثابت خالية هو S على L لو كان دولها المقلوب شيء ولي L على S إذن في L على S هذا النهل المقلوب فقط إذن في L على S الآن نعوضه مباشرة إذن الناقلية النوعية للمحلول ماذا تساوي J نعوضها بالقيمة التحاليسناها خمسة في ماذا؟ في عشر رأس ناقص اثنان في ماذا أبنائي L شح طوهنة روش شح طوهنة البعد بين الصافيحاتين أبنائي طوهنة واحد سنتيمتر واحد سنتيمتر ضروري نحاوله لواش نحاوله للمتر إذن عنا جذوة التحويلات نعوض نقول له معلش نتذكره معا جذوة التحويلات إذن مليمتر سنتيمتر ديسيمتر المتر كما هاك الآن نحن نشعر عنا نحن نعطينا هلنشعر إذن واحد سنتيمتر طوهنة واحد نكتب الواحد هنا بغينا نطلع المتر إذن باش نكملوها بالأصفار شا تقول لي سيفر فاصل سيفر واحد إذن واحد سنتيمتر كم يساوي ملمتر أبنائي سيفر فاصل سيفر واحد وهي نفسها mada هي نفسها عشر أوس ناقص اثنان معناها واحد في عشر أس ناقص اثنان ولهي عشر أس ناقص اثنان إذن سيفر فاصل سيفر واحد سياره لندلنا تحويل نتحويل التاحة إذن نضربها في عشر أوس ناقص اثنان قسمة المساحة الآن المساحة شاطة هنا تعلّ صفيحة 4 سنتيمتر مربع الآن أبنائي جذوة تعلّ معناها من تكون بالمربع جدا والاخر هذا سهل أراك نشرحها لأبنائي معناها غربها نذكروه معا سألت نقسم هذه على زوج إذا هنا شيئا عندي عندي المليومتر للمربع تنقسم على زوج هنا شيئا عندي السنتيمتر للمربع ل steak كل خانة فيها زوج هنا مربع لخانة ل Wochen وهنا المتر مربع للك تنقسم على زوج أيضا عطينا أربعة سنتيمت مربع روح نحطها في الخانة التحري اربعة سنتيمتret مربع رانب نكمله هاتل المتر مربع اذا صوف صفر اذا ابنائي اربعة سنتيمتر مربع ماذا تساوي صفر بصغPER ثلاثى اربعة متر مربع اذا شتولي اربعة فى ماذا اربعة فى عشرة قس ماذا واحد اثنين تلاثة اربعة فى عشرة قس ناقص اربعة ابل متر مربع قسمة 4 في 10 اس ناقص 4 هذا سيرانا دلناه بالمتر وهذا دلناه بالمتر مربع وهذا ابنائي بشرة عنا الوحدة تاعة سيمانس هذا راح بالسيمانس ركز معي الوحدة الاخيرة كي سنتحصلوا عليها سيجما تساوي ابنائي بالألة حاسيبة سنحسبها لكم معنى بألة حاسيبة ومعنى نقولكم كنتحسبوا 10 اس ناقص 2 ما معنى؟ معنى قد نجمع الأسس ناقص 2 معنى تولينا 5 في 10 اس ناقص 4 عسمة 4 في 10 اس ناقص 4 تبقى كما هي نختازل 10 اس ناقص 4 مع 10 اس ناقص 4 معنى هالأنشرة تبقى هنا قيمة ثابتة لقيمة ثابتة 5 قسمة 4 وال5 قسمة 4 نصيبوها 1 25 الوحدة أبنائي المتر مع المترو تبقى هنا تحت تبقى هنا متر تبقى هنا تحت المتر تبقى هنا تحت المتر والفق شاء عنا سيمانس إذن الوحدة التاحة شاء قلنا وحدة الناقلية النوعية للمحلول سيمانس على المتر هاي صناها صناها معناها بالوحدة التاحة 1.25 جيد معناها أبناء إيراني أنك تشوفوا بطريقة شرحة راني شرحكم حتى التحويلات سيأتي معناها برسم جدول التحويلات لا نعود للمحلولة ونتعلموا كيف نحاولوك لا يوجد إشكال لا يوجد حرج نواصل 2. باستعمال قانون كولوروش قانون معروف قانون كولوروش معناها به نخرج التركيز معناها نستخدمه فيه ماذا؟ نستخدمه فيه ناقلية النوعية تعوش معطاية أكيد نقول لكم نروحوا هنا تحتاجها هذه سيأتيهم معطاية لاندا إي سالب قيمتها بالميلي سيمانس في الميت المربع في المول موانزا معناها هنا هنحاولوها بالسيمانس هنحاولوها وأيضا لاندا تا أن أموجب تعا شريدة تاوديو نطوها هنا بالميلي سيمانس في الميت المربع في المول موانزا معناها أس ناقس واحد إذن السؤال المطروح لك جد عبارة تركيز للمحلول محظر بدلالة كل من لاندا أن أموجب ولاندا إي سالب وماذا وسيجما معناه معناه بالناقلية النوعية للمحلول الآن ماذا سنفعل أبنائي بكل بساطة سنكتب آنون كولوروش إذن اثنين إذن شون قلوله عبارة تركيز إذن عبارة التركيز سي بدلالة كل من ماذا لاندا إي سالب ولاندا أن أموجب وماذا وسيجما جيد الآن حسب قانون معناه كولوروش شغلنا يقول لك باللي الناقلية النوعية أبنائي للمحلول ماذا تساوي تساوي تركيز الشاردة الموجبة الشاردة الموجبة هنا شعنا أن أموجب لماذا أبنائي في المحلول كان لدينا مين كان في الحالة الصلبة السيغة الجزائية كان لدينا أن أأي مين دلنا لها الماء اللي هو آش إثناني أو الماء المقطر شا تحصلنا تحصلنا على محلول شاردة المحلول شاردة هو ماذا أن أموجب هذه ولد شاردة موجبة أبنائي وهذه إي تولي شاردة سالبة إذن زائدة إي سالب إذن خرجنا كما هك معناه رعنا الشاردة الموجبة نديره تركيز نديره معناه في حاضنها هكا شاردة سالبة شهية إذن تركيز شاردة سالبة إي سالب في ماذا في لنضا إي سالب هاو سيران كتبنا قانون أو معناه كتبنا العبارة العبارة ولكن تعوش تعال ناقلية النوعية للمحلول حسب قانون قولوروش الآن مدام أبناء المعامل المعامل ستوكيومتر هنا هو واحد وهنا واحد ما معناه معناه تركيز تعان أق موجب هو نفسه التركيز سيغ نخطرش حنا لو كان عنا المعامل الثنان يولي اثنان سيغ لو كان المعامل ثلاثة يولي ثلاثة سيغ إذن هنا ماذا معامل واحد واحد سيغ إذن الواحد في السيف تركيز إذن هو نفسه والتركيز تعوش تعال شاردة سالبة هو نفسه معناه نجمع عوضه هذه بسي وهذه بسي إذن ماذا تتاوي إذن تتاوي السيغ في لنضا أن أموجب زائد سيغ أن أموجب زائد لنضا أن إي سالب إذن إي إي سالب صحيح الآن شا رخصنا رخصنا عبارة سيغ إذن نخرجوا سيغ سي ماذا يساوي إذن يساوي سيغ قسمة ماذا نهودو هذه معناه هنا تحت معناه تولي لنضا أن أموجب زائد لنضا إي سالب وهذا هو المطوب أبنائي سيهارنا ترنا لها العبارة سيغ بدلالة كل من سيغ و ولنضا أن أموجب ولنضا إي سالب السؤال الذي يليه دروقش قال لك أحسب معناها قال لك عوض لي وحسب لي التركيز إذن حساب التركيز إذن حساب التركيز سيغ أبنائي هذه رأي عنها ومش عنها رأي عنها سيغ معطينها إذن سيغ تساوي نعوضها بالقيمة تحت حصنها و 1.25 مباشرة 1.25 أكيد سيمانس على المتر الوحدة هذه ندينها نغيم بشأن هذه الآن أبنائي من نجيبوها من المعطايات ها ما أعطينها في معطايات تعال الآن أموجب 5.01 الأبنائي الآن هذه بشرها بالميلي سيمانس باش نحولوها لسيمانس شاقوا نق معناها في الدرس الماضي علمتكم كش نحولو من ميلي سيمانس لسيمانس شانديرو نضربوه في 10 أس ناقص ثلاثة من الميلي للوحدة الرئيسية معنا عنا ثلاث أصوار إذن في 10 أس ناقص ثلاثة وهذه أيضا نضربوها في 10 أس ناقص ثلاثة معناها سنخرج 10 أس ناقص ثلاثة عام مشترك نخطر عنا عملية الجمع إذن هذه شيئا تقولنا 5.01 زائد تعال 7.7 هذه في 10 أس ناقص ثلاثة وهذه في 10 أس ناقص ثلاثة خرجنا في 10 أس ناقص ثلاثة كعام مشترك طيّرة معناها ننهضر مع تلميذرهم أو ننهضر مع وحدين المقبار تعرفوا معناها مباشرة دون معناها وضع الخطوات كاميرا إذن سي تساوي أبنائي إذن 1.25 قسمة 5.01 نزيدوها 7.7 شاء غضي نسيبوها هذا نسيبوها 12.71 في 10 رأس ماذا نقص 3 إذن نستطيع حسابها مباشرة بالآلة حسيبة لو كانوا حسابها شاء غضي نسيبوه إذن 0.0 هذه نعطيها لكم بالرقم كامل أقوم بهمكم علىه بالآلة حسيبة قد نسيبوه 0.0 9 8 3 4 نسيبوه كيمة هاك 7 7 5 7 7 إلى غيره معناها قيمة كاملة نحن علىها نقول تكم كيمة هاك نخطر شفاشة هي مضروبة هذه هي مضروبة في 10 أس في 10 أس ماذا ناقص 3 هي مضروبة في 10 أس عفوا ناقص 3 مطلعت ولي زائي 3 ناقص شراهي متحت ولي من نطلعوها تولي 10 أس ثلاثة الآن نزيح الفاصلة إذن نحو اليمين بشعال بثلاثة مراتب إذن واحد اثنان ثلاثة شعال تولينا إذن ثمانية وتعون فاصل نسحقها دوزوج إذن أربعة وثلاثون نبغو ندو تطوير تولي خمسة وثلاثون نخش هذا الرقم سبعة إذن ثمانية وتعين فاصل أربعة وثلاثون ماذا إذن مول على ماذا على المتر مكعب نقول لكم كي جبنا المول على المتر مكعب سهلا إذن وحدة المعنى الناقلية النوعية سيجما شعال ذلك سيمانس على المتر معنى المتر هذه تحت وحدة تحت معنى الوحدة على لندقة سالب أو كلنا نعطيها بميلي سيمانس وحاولناها سيمانس إذن آه بشرها بالسمانس في ماذا في المتر مربع في ماذا في المول الموازم ماغو جنغلش إن ينزيل الآن المتر مربع وقالكم لنضعه مع المزيينة مقابع يولينا متر مكعب سيمي تسماع سيمي شذير ل...'s chat сво الآن أبنائي نجموها بالمول على المزيينة مكعب ونجمو إيضا حاولوها ونجمو خلوها كماawy ونجمو ونحولوها قال خير ثم الأنول في حتياجها tube العديد والمول على الليتر. ايضا في الدرس الماضي. علمتكم كيف تحاولون من المول على الميتر jew. يا قلنا مباشرة نضربو في 10 اس نقس ثلاثة معناها القيمة التي هي عندنا إذن 98.34 في 10 أس ماذا ناقص 3 وتولي بالمول معناها على الليتر إذن تنضرب في 10 أس نقص 3 إذن هي من المول على المتر مكعب إلى المول على الليتر نضرب في 10 أس نقص 3 هذه التحويلات قاقلوا عليهم وكتبوهم وديروهم معناها استحبوا عليهم وتسحقوهم هذه التحويلات جيد إذن هي عندنا القيمة بالمول على الليتر جيد السؤال الذي عليه استنتج قيمة درجة النقاوة ب بالمئة ليوضو السوديوم التجاري ومعدها قال لك هل هو مخشوش أم لا الآن أبناء هنا سأضطر لشرح بعض الأمور إذن باش نروح معناه باش نخرجو قيمة درجة النقاوة ب ونقارنوها بالقيمة التي كانت مكتوبة معنا نقارنوها بهذه القيمة التي هي التعين ونشوفه إذا كان مخشوش ولا لا معناها نصيبه إما مساوية أو معناها يقرب لها معناها يكون بالتقريب صحيحة هي غالبا نصيبه بالتقريب ما نصيبهاش نشان صحيحة معناها من أجل كل أرقام اللي نقصناهم هذو وقع هذو الأرقام وقع إلى غيره هما اللي نقصوا لذلك الحسابات صحيحة إما باش نصيبوه بالضبط إذن أبنائي ماذا نديره؟ لك أنت تذكروا قانون كتلة نحن كنا نعرفه باللي كتلة آم هذه آم نقصد بها أبنائي كتلة ناقية كتلة ناقية ماذا تتعوي؟ تتعوي الس في الفي التركيز في الحجم في الكتلة المولية وعننا وحد القانون آخر شي يقول لك باللي درجة النقاوة بي ماذا تتعوي؟ درجة النقاوة بي تتعوي الكتلة الناقية على الكتلة معنى هذه المشوبة معنى كتلة آم فتحة معنى الكتلة الغير ناقية كتلة على المادة الغير ناقية معنى مشوبة معنى زائد شوائب فيها شوائب إذن في ماذا؟ في مئة لكي نخرجها بالمئة لأن الدرجة النقاوة تكون أبنائي بالمئة إذن أعيد هذه مشوبة فيها شوائب وهذه ناقية الآن أبنائي انت لقى من هذا القانون شان ما نخرجه؟ خاصنا الكتلة هذه نخرجه للقانون تاحها الكتلة المشوبة إذن M فتحة ماذا تساوي تساوي M في 100 وهذه تود قسمة ماذا؟ قسمة B إذن هذا قانون باش نحسبه الكتلة 19 تاعة المادة من تكون مشوبة غير نقية الآن أبنائي شارع خاصنا خاصنا هذا M نعوضه بهذا القانون قولوا M فتحة شاته اللي تساوي الآن M نعوضه بS في الفي في M إذن C في الفي في M في 100 إذن هذه نقص بها الفي معناها الضرب على ماذا؟ على P انطلاق من هذا القانون أنا مش خاصني نحسب M فتحة مش خاصني نحسب P الآن باش نحسب P هذه تطلع هنا والآن تود هنا إذن P ماذا تساوي معناها الضارج النقاوة P ماذا تساوي أبنائي؟ تساوي C في الفي في الآن في 100 باش تخرج لنا بال100 قسمة M فتحة هاذو أبنائي كلهم معطايا تقدم في 80 سيرة هي عنا سين حزبينها الفيتو يعطوها النا الآن يعطوها النا ميادي بينا قيمة ثابتة وآن فتحة يمدوها النا أي نروح نحسبو P السيك التركيز مباشرة مباشرة حزبنا إذا نصناها 28.34 في 10 أسناق ثلاثة 98.34 في 10 أسناق ثلاثة هذا باش قلنا لوحدة تعهرة ونا راح بالمول على اللتر خدمنا بالمول على اللتر راح نوضحكم على خدمنا بالمول على اللتر في الحجم وشوفو هنا في التمرين أبنائي في التمرين راح قال لنا هنا معناه في نص التمرين قال لك وأكمل بالماء المقطر حتى تدريجة أبناء إيشحال حتى تدريجة 500 ميلي لتر 500 ميلي لتر معناه هذا هو الحجم ولكن احنا ما خلوش بالميلي لتر نحاولوه للليتر ومن ميلي لتر للليتر فاش نضربه في 10 أسناق ثلاثة معناه معظمة تحويلات في 10 أسناق ثلاثة إذن 500 معناه V يساوي 500 ميلي لتر ويساوي 500 في 10 أسناق ثلاثة لتر هيا نعوضوه هنا إذن في 500 في 10 أسناق ثلاثة سيرها بالليتر إذن نكتبوه هنا بالليرها بالليتر عباش معناه هنا نوضح لكم في الآخير في أم هذه أم أبنائي فان يعطوهه هنا في التمرين إذن نروح نشوفوها في التمرين شعطوه هنا إذن الكتلة المولية أم تساوي 149 فاصل 9 جرام على المول كما رأيها نروح نديها إذن 149 إذن في 149 إذن 149 فاصل ماذا فاصل 4 جرام على المول هذه هي بالجرام على المول إذن جرام على المول في ماذا هيا غادي ندير في مياه هنا موقع ليش بلصهم في مياه إذن مياه في في السي في الفي في الآم عسمة آن فتحة فأني مدوها في التمرين غراها آه هي آن فتحة 8.2 جرام 8.2 أبنائي نحطوها مباشرة بالجرام نشوفو شاهم أسولح اللي غادي يروحونا وشاهم أسولح اللي غادي يبقوا إذن المول مع المول تروح واضح القرامة هم الفوق القرامة هم تحت يروح الليتر مع الليتر تروح معنى هكتوفو بلي الوحدة تقارحو إذن شا تقالنا تبقى إنا دارش نقاوة بي تبقى إنا عبارة عن نسبة صحي الوحدة تقارحو هالوحدة تقعطار لهذه قلنا من الأفضل نحاولو التركيز بالمول على الليت لقلنا نديروه مين نبقوا نحسبو دارش نقاوة نديروه بالمول على الليت إذن بيت تساوي أبنائي بالآلة حاسيبة لو كانت حسبو هذه القيم غادي تسبوهم 89.88% اختشى النظار بين في المياه إذن بالمئة وهي بالتقريب كم؟ بالتقريب أبنائي شحال بالتقريب رهها 90% مع نهرة نصنها بالتقريب بنفس دارش نقاوة المكتوبة على أو مسجلة على القارورة إذن شنقول له في أسؤال آخر هل معناه هل هو مخشوش أم لا شنقول له إذن نقول له ليس مخشوش وبهذا أبنائي نكون قد أنهينا هل هذا التمرين الرائع والمقترح أبنائي أعيد وأكرر يزملكم تعاوده عدة مرات ضروري تعاوده عدة مرات لأنه مهم جدا ويقدم بكثرة في الاختبار الأول أبنائي إذن مازلون يشتركوا في قناة الأستاذ حمية الفيزياء لهم بالإشراك فيها وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تبارتاج من الفيديو بالضغط على زر بارتاج أعطوكم مهد الرابط أبنائي تنسخوه تدوه في المجموعات خاصة بالسنة الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر